بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم نهاردة على الانتستن اولى حاجة السمول انتستن and associated structure السمول انتستن اجلسي عبارة عن سري بارتس الى ديودنم ديجنم and ilium الديودنم الجزء طبعا الاولان وخارس الواتشة to the stomach بعد كده هيبقى فيه الديجنم جزء صغير حوالي 1 متر وبعد كده هي الاليام اللي هو اللفه في باقي السمول انتست الفنكشن الى الستمك وده الديودنم الجزء ده وبعدين ده الديجنم والباقي ده اللي هو الاليام ومرتبط بالميزنتري والغشاء المساريقة المتصل بعد كده في نهايته باللارج انتستن what is the function of the small انتستن as you see it is long and coiled like this to increase the surface area لتسود مساحة الساطح عشان يحصل فهى chemical digestion and absorption دي بتكمل الهضم المواد الغذائية وتعمل عملية absorption للdigested food الفرست ده ديودنم is the chemical in which is the chemical breakdown of food وكيرز بيبدأ طبعا في عملية الهضم بيستقبل receive the bile juice from the liver صارة صفروية من الكبد اللي هو فرزها الكبد وتخزنت فيه جول بلادر يعني من دي او من دي ليه؟ عشان يعمل امالصفاي الفات ويحاول زي ما قلنا بلكده هو عملية تحويل الفات جلوبيول الى فات جرانيولز صغير بارتكال صغيرة خالص لبيول يعني فات لبيول الفات تبقى ازلي تو ميكس وز ووتر بيستقبل كمانا عصارة بنكرياسية المهمة جدا اللي جاء من البنكرياس تالي حاجة هو طبعا بيحتوي على اللي هو البطانة دفلة في الميوكوس بتاعاته بتفرز الميوكوس الفولدس اللي موجودة فيه تبدأ عملية الانسناءات بعد الاستمك على طول وي الفلاي برضو اللي بتبقى طبعا نيومورس at the end of the اصفكاس than at the beginning يعني لو ده الاستمك كده بس كمع ال اصفكاس هتلاقي الادودنم موجود هتلاقي هنا الانسناءات اولئلة هنا هتلاقي الانسناءات كتيرة جدا في نهايته وتلاقي الفلاي اكتر من الجزء الموجود هنا ده الاستمك ده دودنم الاليوم الجزء بعد كده في المعدة او اللي هو سوري اللي هو small intestine ده عبارة عن tennis court شكل شبكة التنس كده ملعب التنس 3 features the contribute increasing the surface area of the small intestine ايه اللي بزود مساعد سطح الامعاء الدقيقة نفاه circular folds فيها انسناءات بالعرض كده بس كده لا ده كمان فيها الخملات والخملات نفسها عليها المايكرو الدقيقة ده احنا قلنا الروج اللي كان في الاسطمق كان بياخد بيبقى موجود بس في ال lining لكن هنا circular fold ده permanent transverse fold ليه هو permanent لانه involving الميكوزة والصد ميكوزة لكن الروج كان في الاسطمق كان عبارة عن طبعة الميكوزة بس طيب ال الخاملة يعني تشبه الأصابع موجودة في البطانة الأمعان على كل خلية كده من خلايا الموجودة هنا بتبطنها تلاقي thousand of micro villi بتكون حاجة اسمها brush border يبقى villus has an outer layer columnar epithelium خلايا طلاقية and each cell of these cells each one has thousands of microscopic extensions and صنعات ميكرو villi الميكرو villi الوقتي give the villi الفوزي border اللي الحفة اللي تشبه الفرشاب سموها brush border واللي عليها طبعا بتتفرز الانزيمات لل endostinal enzymes عشان كده بيسمو الانزيمات دي بيسموها brush border enzyme يبقى brush border enzyme هي endostinal enzymes or endostinal enzymes are called brush border enzymes ده intestine small intestine هتلاقي فيه transverse circular كده بالشكل ده folds وده تشمل تشمل الميوكوزة طبقة الميوكوزة هي وتشمل كمان طبقة الصب ميوكوزة عشان كده بتبقى المايكرو ده ده الشكل تاني ده الخاملة والخاملة عليها اللي هي الكولامنر لو خدنا خلية من دول كده وكبرنا هنا كده هتلاقي عبارة عن خلية وعليها اللي هي بيسموها اللي هي المايكرو فيلاي طبعا كل ده ليه عشان يزود مساحة السطح عليها الانزيم زي هنا اللي هي بيسموها البراش بوردر انزيم الانتستاين الانزيم اللي بتعمل الفاين ديجيشن أو الفاينال ديجيشن لأنه بعد كده ما فيش هضم الفاينكشن أوفزا سمول انتستين طبعا أول حاجة ديجيشن تعمل فاينال ديجيشن فاين ديجيشن تكمل الهضم اللي بدأ في الاستمك واللي بدأ في الماوس اللي هو الكاربويدريت والبريتين وتبدأ تهضم الدهون البايل لازم طبعا اللي ما قلنا اللي هو بيستعبله الاستوفاكاس بيعمل عشان يبدأ انتشر فيه الماء وميقفلش الأماء البنكرياتيك الموجودة اللي وصلت لي موجود فيه اللي هي الانزيمات الخاصة بتاعتها البراش بوردر انزيم وكمان فيه البنكرياتيك انزيم اللي جاية من البنكرياس الليبر بيطلع البايل الجوز والبايل ما فيش فيها انزيم البنكرياتيك عند الانستان الانزيم دايجست الكاربويدريز دايجست اللي بيت دايجست البريوتيني بي فيه كومبيل دايجيشن للفور ستا بعد ما حصل دايجيشن ووصلت المواد من بوليمر بقيت مونيمر بعد الوحدات الأساسية يحصل لها عملية absorption عندنا اللارجر area of absorptive area ليه الabsorptive area موجودة عشان يزود عملية الامتصاص الأمينو أسد والشجر اللي هو الجلوكوز ومتص دايما وسط الأمعاء ويوصل على طول على البلد كاردوفاسكولر لازل قلب الوعائي لكن نيجي نشوف الدهون لقي الدهون حبيباتها كبيرة كده فما تقدرش تمر من خلال البلد كابيلرز شعارات الدموية وبالتالي لما يحصل لها داجيشن وتتحول بفاتي أسد أو منو جلوس رايد الفاتي أسد يحصل لوريك باكش داجين داخل الخلايا الموجودة في جدار الأمعاء وتحاول يبقى الدهون تاني يبقى هو كان هنا دهون في الأمعاء وعلى كده يتهضم امتص داخل الخلايا وبعد كده يرجع تاني يعاد اتحاد مرة أخرى يبقى قطيرات كده من الدهون والبريتينية لم يتحد مع البروتين ويديك حاجة اسمها الكيلو مايكرون حجمها كبير أكبر من السقوب الموجودة في شعارات الدموية يبقى في another way to absorb الكيلو مايكرون into the lymphatic system في جهاز اللمفاوي باي A LVL small lymphatic bezel ده اللاكتيال ده أبصور بالفاتس طبعا خلاص and transport and return them into and the other fluid طبعا to the blood stream وبذلك اكتمل الدم الوقتي خد السكر وخد الأحماض الأمنية يتحط عليه كمان الدهون يبقى كده المواد الغذائية وصلت للدم ده الأبصور بشم بتاع الفاتس الفاتس الأول يصل ويتحول إلى دروبلة صغيرة فوجود اللايبيز يتحول إلى مونوغلوس وفاتي أسد اللي يتحركوا على طول ويتنقلوا عبر البلازمامبرين عن طريق السيمبل ديفيوجن لأنه عبارة عن فاتس وهنا معظم القدار فيبقى عن طريق السيمبل ديفيوجن ينتشر يدخلوا داخل الميكوز of the intestine وبعدها يحصلهم يعني يتحولوا تاني يبقوا يرتبط مع البروتين ويكون اللايبيبروتين أو يسموه الكيلو مايكرون قطارات كبيرة ما تعديش من خلال البلود فيزل عشان كده فيه اللاكتيال فيزل يحصل على السور بشانو طبعا كبيرة فبتخرج عن طريق عملية 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 إخراج الخلية تدخل فيه البلود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته